اللي بتحكيه انه حاليا بالارقام عنا حوالي 1200 مريض في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة منهم يعني الفشل الكلوي منهم تقريبا 850 مريض اللي بيرسلوا حاليا والبقيين جزء كبير منهم تحت النظر للغسيل اليوم ممكن نتحدث عن عدم وجود ما يسمى باجهزة البرميكات اللي الاجهزة يعني زي هاي هذه الاجهزة غير متوفرة لدينا لغسيل الكلوي الطارئ للمرضى لحين عمل يعني اجراء لهم الواصلات الشريانية الوريدية اللي بعد ذلك بتساعدهم انه يتواصلوا بحياتهم بشكل منتظم وبأقل خطورة لهم بالنسبة للاجهزة هاي اليوم أنا عندي فقط جهازين هذو الخاصين فيه واحنا جبناهم حتى انه نساعد مريضتين طارئات جدا واحدة منهم طفلة يعني هذا لكبير للمريض في العمر كبير والآخر لطفل يعني أنا وانا جاي كانوا معي بس خليتوا في العملية على اساس يجهزوا المريضة فبعد هذا اليوم ما فيش عندنا اي جهاز لمساعدة هؤلاء المرضى في حالة طوارئ فهذا امر بعتبره كارثي جدا ويجب انه نظر لهذا الموضوع باهمية عالية جدا في ظل الحديث عن ادخال شاحنات مساعدات ومستلزمات طبية ومائتي شاحنة يوميا الى المستشفيات يتحدث عن اعداد كبيرة من هذه الكميات الم يدخل اي معدات طبية متعلقة باصحاب امراض الكلة واوضاعهم في ظل هذه الظروف الصعبة يعني المتابعة من قبل الجهات المختصة لم يكن هناك ادخال لهذه المعدات بالشكل الكافي نعم حتى امس لم يصلني اي معلومات عن وجود مثلا لمرضى الفشل الكلوي هذه الاجهزة وهناك مستلزمات اخرى كثيرة متطلبة لمرضى الفشل الكلوي الكل يعلمها يعني هي موجودة كالسيستيم المطلوب للغسيل الكلوي وبعض الادوات وبعض المواد الكيميائية وهكذا مبارح كان في نقص في جزء منهم ولكن طلب من بعض الاخوة انه عمل حصر في هذا الموضوع للاتجاه رسميا مع وزارة الصحة كي يتم الحصول عليها ولكن اليوم بشكل حاد جدا نحن لدينا نقص كبير جدا في الحالات بالذات المستجدة حالات الجديدة اللي بيلزمها بشكل عاجل انها تغسل هذا البرميكات مش موجود بجميع مقاساته حاليا الا فقط اتنين موجودين عندي ويمكن واحد او اتنين موجودين في مستشفى غزة الاوروبي للحالات الطارئة اليوم هنستخدم هذول الاثنين غدا مش هيكون عندنا في مستشفى شهداء لقصة اي شيء ما هي الاجراءات البديلة اللي بتتبعوها في حال نقص في المستنزمات الطبية خاصة لاصحاب امراض الكل عاجل للأسف الشديد احيانا اجراءات بديلة ما بيكونش موجودين ولكن في بعض الحالات انا اضطريت خلال الحرب هاي ما كانش عندي موجود المقاس المطلوب للمريض اضطريت ان اعمل وصلة شريانية وريدية طارئة جدا لأحد المرضى كي يتم الغسيل منها معروف انه يجب انه يتم الغسيل على اقل بعد اربع اسابيع متطلبات علمية ولكن للضرورة القصوى لحفاظ على حياة المريض اضطرينا انه اعملها اياها اليوم عملية استمرت ساعة ونص أو ساعتين وبعد ذلك ذهب المريض في اليوم التالي او حتى في نفس اليوم ذهب لكي يغسل منها شكرا جزيلا شكرا دكتور محمد كلوب استشاري الاوعياء الدموية في قطاع غزة لمتابعة المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانية والوثائقيات والتقارير الاخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات